أكد السيد الرئيس على التشبت والالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه مذكرا بأن التعليم بالنسبة للحكومة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح له جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا السياق أكد السيد الرئيس الحكومة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح وإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروح وتجسيدا لذلك يدعو السيد الرئيس الحكومة النقابات لعقد جلسة للحوار القطاعي من الاثنين القادم وأكدا على استعداد الحكومة لطوطيذ قنوات الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر